أيام قليلة على حريق مول ميرادة في العاصمة دمشق وكرة اللهب الخاصة بالقضية تكبر شيئا فشيئا إلى أن تحولت إلى قضية رأي عام أحد عشر إنسانا قضوا في الحريق لم يستجب القائمون على المول اتصالاتهم حينما شبت ألسنة اللهب وفقا لشهادات ذوي الضحايا أما بشار الأسد وعندما تحرك فاكتفى بإرسال برقيات التعازي دون الإشارة لأي تعويضات ستدفعها حكومته للمتضررين فما تفاصيل الحريق ومن المتسبب ومن المستفيد وهل ما زالت ذريعة الماس الكهربائي قابلة للتصديق؟ قرابة الساعة الثانية فجر الأول من آذار إحدى عشرة جثة متفحمة لم يسعفها رجال الإطفاء والفرق الطبية في النجاة من حريق التهم أحد المراكز التجارية في شارع الحمراء بدمشق أيام على الفاجعة ولتزال خيوطها تتكشف وتطرح التساؤلات عن حريق مولا ميرادا والمتورطين به وفيما إذا كان ما جرى يرتقي لأن يكون أشبه بجريمة متكاملة المعالم لو عدنا قليلا إلى يوم الحريق بحسب ما تدولته تقارير أعلامية وبحسب اعترافات مستثمري المول أنفسهم أن بداية الحريق كان بفعل شرالة لحام تطيرت في أثناء إجراء عمليات صيانة سرعان منتشر الحريق إلى جميع الطوابق لوجود موادة سريعة الاشتعال كالمفروشات والملابس والبطاريات محاصرا هذا الحريق العمالة داخل المكان وقتلهم ولأن اللاميرادا يقع في أحد شوارع السوق الضيقة لم تتمكن سيارات الإطفاء من الوصول بالسرعة المطلوبة ناهيك عن افتقال المول لأنظمة انذارات فعالة للتعامل مع الحرائق ومخرج للطوارئ لكن لماذا لم يخرج الضحايا من المول قبل فوات الأوان بحسب رواية نجلي مستثمر المول لأحد الإذاعات المحلية فأن المتوفين كانوا يطلبون البقاء والمبيت ليلا داخل المول على اعتبار أنهم من ريف درعة وغير قادرين على تحمل الأعباء المادية المتعلقة بالنقر والمواصلات اليومية إلا أن ما جعل هذه الحادثة محط جدل وشبهة جرمية هو أن صاحب المول كان قد أقفل الباب على الضحايا كالمعتاد لضمان عدم خروجهم بالإضافة إلى تجاهل اتصالاتهم عند بداية الاشتعال وطلبهم أن ينقلوا على الفور بعد أن تحولت قضية ضحايا مولا ميرادا إلى قضية رأي عام رئيس النظام بشار الأسد كلف محافظة دمشق بإرسال تعزية لأهالي الضحايا دون الإشارة إلى وجود تعويضات مقدمة لهم في حين دعت المؤسسة السورية للتأمين أن التأمين يشمل تغطية الأضرار المادية التي تصيب الأغراض المؤمنة عليها من جراء حريق مباشر فقط بعض أقرباء الضحايا تقدموا بشهاداتهم لوسائل إعلام محلية وشرحوا بعضا من الحقائق حول ظروف عمل أبنائهم وحيفيات الحريق وأسباب وجودهم داخل المول في منتصف الليل خارج أوقات الدوام الرسمي إن مولى الحمرى كان يشهد أعمال بناء لطابق علوي أخير بشكل مخالف وبدأت الأعمال قبل أيام قليلة من اندلاع الحريق صهري أخبرنا بأنه سيضطر للنوم في المبنى لعدة أيام بحسب توجهات من مديره أعمال البناء كانت تبدأ في الليل لضمان عدم ملاحظة المحافظة ببناء المخالفة لذا كان يلجأ مدير المبنى التجاري إلى أغلاق المدخل الوحيد للبناء بعد انتهاء ساعات العمل فيه ومنع العمال من الخروج منه ابن شقيقي يبلغ من العمر 16 عاما وبدأ العمل في المول منذ أشهر قليلة لو كانت أجهزة الإنذار مفاعلة لكانت عملت مع وجود حريق كبير كهذا ننتظر ما صورته كاميرات المراقبة لمعرفة حيثيات الحادثة في حال أثبتت التحقيقات وجود أهمال من قبل أصحاب العلاقة في مول اللاميرادة فنحن عوائل الضحايا سندعي بشكل شخصي على الجونات المول غير مجهز بشبابيك نهائيا ولا درج طوارئ ولا أجهزة إطفاء فقط جهاز إنذار للسرقة والحريق موصول مع صاحب المول وبس بلاشت الدخنة تعبي المول صاروا ينزلوا عمال الورشة لتحت يحاولوا يفتحوا الباب شيء غاب عن الوعي من كثافة الدخان والباقي يرجعوا لفوق على السطوح الله يرحم الشباب كلهم يتوفوا وهنا نعملاحوا لأمة عيشهم وسط غابة من الزئاب للحديث أكثر عن هذا الموضوع نضم إليه في الستوديو الصحفي علي تباب مرحبا بك بأولى حلقات الموسم الجديد من لم الشمل أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا أيضا بكل سادة المشاهدين لتلفزيون سوريا طبعا منبارك أول شيء لتلفزيون سوريا انطلاقته بالسنة الرابعة ومنأكد دائما على دور هذا الإعلام السوري برصد كل أوجاع السوريين وأيضا إن شاء الله بيكون أيضا سوف يرصد أفراحهم في السنوات القادمة إن شاء الله شكرا إلىك وكل عام أنتم بخير أيضا نريد تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ما الذي حصل في مول لاميرادة؟ يعني الحقيقة هذا الذي جرى في المول يمكن أن يتناول من عدة زوايا بحسب الشخص المتضرر إذا أردنا أن نتحدث عن ما يجري في دمشق فيمكن أن لا نستبعد أن ما جرى هذا الحادث هذا الحريق ست طوابق نحن نتحدث عن ست طوابق وسط العاصمة دمشق يعني في شارع الحمراء أين أجهزة الأطفاء أين سيارات الأطفاء في وسط العاصمة دمشق ست طوابق تشتعل بشكل كامل ولا يتم إخمادها هنا تساؤل هم تدرعوا بالشوارع الضيقة يعني شوارع دمشق معروفة ليست بنت اليوم يعني هذه الشوارع كانت موجودة منذ سنوات فهنا نبيعرفوا تماما شوارع دمشق وشارع الحمراء ليس بشوارع ضيقة هذا يعتبر من الشوارع العريضة خاصة نحن عم نحكي أنه بالليل يعني السوق مغلق والناس ما لا موجودة بقلب الشارع إذن لا يمكن أن نستبعد بصراحة جرم جنائي لا يمكن أن نستبعد أبدا أن يكون هناك مناكفات ما بين التجار أنفسهم وبين مثلا أفرع مخابرات وبالتالي في خلاف على استثمار المول هذا أيضا مكان دقيق ولكن الذي يلفت النظار أنه هناك طابقان جديدان كانوا عم ينضافوا على البناء وبالتالي كان في عمال موجودين إذن هنا كانت المحافظة أكيد منسق مع الأصحاب المول حتى أنه هنا يقدروا يطلعوا بطابقين جدا وبالتالي يحققوا هذه مخالفة ضمن محافظة دمشق هذا التنسيق هو الذي أيضا يدفعنا أنه ربما يكون هناك أياد أخرى خلف القضية هذا إذا نظرنا للموضوع من ناحية المستثمر المول وأيضا من ناحية المحافظة وضباط المخابرات التي تحكم المنطقة الذي لا يمكن أن نستبعد وجود صراع بينهم ولكن إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية الضحايا فالضحايا بالتأكيد هم كانوا الحلقة الأضعف هم دفعوا حياتهم وهم يلحقون متعيشهم وكان هناك استهتار فاضح بكل إجراءات السلامة الموجودة التي يفترض أن تتخذ بهذه الأماكن ما في عنا مخارج جانبية ما في عنا مخارج للأطفاء ما في عنا نوافذ تهوية كيف يمكن أن يخنقوا ويموتوا بوسط هذا البناء الحديث يجري على أن الأبواب كلها كانت مقفلة عليهم روايات كثيرة رويت عن هذا الموضوع عقيل أنه تماس كهربائي وهناك بعض النيران انتقلت إلى الصالة واشتعل فيها هذا المكان هناك أيضا من يقول كما ذكرت أن الموضوع مقصود وجنائي كان هناك فرصة ليعيش أحد عشر شخصا لكنهم توفوا من المتسبب الأول بهذا الموضوع؟ هل الموضوع هو فساد مثل كل مراحل الفساد؟ ولماذا قفلت الأبواب عليهم؟ يعني بالتأكيد هنا من الناحية القانونية الذي يتحمل المسؤولية بشكل مباشر هو المستثمر الذي يستلم هذا المول الذي لم يحقق أي شروط سلامة لهؤلاء العمال والذين وظفهم لديه وبالتالي فقدوا أرواحهم أثناء عملهم هذا الذي في الواجهة ولكن من خلفه يقف أيضا محافظة دمشق التي لم تراعي أثناء ترخيص هذا المول أي شيء من إجراءات السلامة لم يأتي لجنة تفتيش من أجل أن ترى هل هناك منافذ هل هناك مخارج هل هناك إجراءات مخارج طوارئ إذن أيضا المحافظة تتحمل هذه المسؤولية وهذا أيضا يدفعنا إلى زاوية الفساد الكبيرة الموجودة في أروقة دوائر نظام الأسد في دمشق كل هؤلاء يتحملون المسؤولية ولكن قانونيا سوف يتم رفع دعاوة على المستثمر بشكل مباشر من أجل التعويض وهذه المرة لكن تدخل رأس النظام نفسه تدخل وقال أنه يتحدث مع المحافظ ويريدون صرف تعويضات بالعادة يحصل هكذا أمور ربما ولا نسمع بها ولكن هذه المرة القصة أصبحت قضية رأي عام وتدخل بها رأس النظام ما تقييمك لهذه اللقطة يعني كرة اللهاب تكبر اليوم يعني وقت اللي بيكون ما عندك أنت مشاغل جدية ورئيسية في هذا بتصير بالبلد فأنت بتصير تدخل بكل هذه القضايا أنا أتوقع أنه نظام الأسد يحاول أن يسوق نفسه بأنه سوف يتابع هذا الأمر وسوف يرعى الموضوع الإنساني وسوف يحاول أن يرى الأمور الإدارية بعد أن وقعت ما الفائدة بعد أن وقعت وهل هذه سوف تكون الحادث الأخيرة نتحدث عن ماس كهربائي في ظل أنه العاصمة دمشق دائما لا يوجد فيها كهرباء نتحدث عن شرارات سقطت من الطابق السادس الذي يبنى إلى الطابق ناقص 2 يعني أي شرارة يمكن أنه تنزل من طابق السادس للطابق ناقص 2 وبالتالي تؤدي إلى حرائق وهذه كلها إشارات استفهام تضع نريد سيناريو منطقي نريد تحقيق شفاف من أجل أن يوضح لذوي الضحايا كيف مات أبنائهم ولكن للأسف حتى الأهالي ليس لديهم ثقة بدوائر القضاء ودوائر التي سوف تتابع هذا الأمر الآن على هؤلاء الأهالي على الناس أيضا أن يتابعوا باحتجاجهم في هذا الإطار وعلينا نحن أيضا كسوريين أن ندرك أنه لا حل حتى ينتهي موضوع الفساد الذي يسبب دائما بمقتل أولادنا وأولادنا بيروحوا بشربة مي وببلاش أعودهم على بدء لنتحدث عن تفاصيل ما حصل اليوم هل يحق لصاحب المول بعد أن كانوا عمال يذهبون ويخرجون لجلب الطعام والشراب وأي شيء من خارج المول ويعودون لإكمال عمليهم ليلا بسبب أن الموضوع غير مرخص كما ذكر يعني هو اليوم لا يحق له إكمال البناء فلهذا السبب كانوا يعملون ليلا هل يحق له قفل وأوسط الأبواب على آآل عمال هذا الكلام كلام غير مقنع يعني نعمل ليلا إذن مزيد من الضجيج نعمل ليلا في شارع الحمراء على بعد 200 متر من مبنى محافظة دمشق يعني ما هو العمل الذي سوف يكون يعني على أساس نحن نريد أن نستر الأمر أنا أرى بأنه جنائيا يفترض أن يأخذ الشخص الذي كان مسؤول عن الحرس عبد الفتاح كري ويسأل المسؤول عن الحرس الذي قيل بأنه خرجي يحضر طعام وبالتالي أقفل الباب على الناس الموجودين لماذا أقفلت الأبواب على الناس الموجودين هل هناك من أمرك بقفل الأبواب عليهم هل هناك من دفعك لإشعال حريق وهنا يفترض أن يكون التحقيق ويفترض أن يتابع الأمر ولكن أتمنى يقول لك ما الفائدة من الفعل مثل هذا الموضوع المول بكامل يحترق سوف نعود لهذه الإجابة ابقى معنا لكن نشاهد هذه المادة لم يكن حريق مول لميرادة في شارع الحمراء الأول من نوعه في العاصمة فقد تعرضت أسواق دمشق في العشرية الأخيرة لسلسلة حرائق ضربت مخازنها ومحالها التجارية ومستودعاتها في حين سجلت معظم الحرائق ضد مجهول أو بسبب ماس كهربائي بينما اتهمت تقارير محلية أن إيرانيين بالضروع وراء هذه الحرائق لرفض أهلها بيعها له اشتركوا في القناة 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 لا أستبعد أبدا أن ما يجري هو عبارة عن صراع عصابات بنظام الأسد أفرع أمنية وأيضا مستثمرين من أجل تحقيق المكاسب المالية هذا الصراع ربما يكون هو الدافع من أجل افتعال هذا الحرائق كنوع من الاقتصاص ما بين التجار بين بعضهم ولكن يبقى دائما المواطن السوري والعامل السوري البسيط هو الذي يدفع ضريبة صراع الكبار هذا الذي أنا أرجحه بعد أن سمعت كل الإدعاءات أو التحليلات شرارة سقطت من الطابق السادس إلى الطابق ناقص 2 ماس كهربائي في ظل لا يوجد أصلا كهرباء في دمشق يعني التعليقات كانت هي تعليقات ليست شفافة نطالب بأن يكون هناك تحليلات منطقية وشفافية أكبر من أجل فضح هذا الأمر واكتشاف من يقف وراءه حتى لو كان شقيق صاحب المول عبد الفتاح كريم هو يعني عضو غرفة تجارة دمشق ياسر كريم لا يوجد أي خلاف المكاسب المالية هي التي لها الدور الأكبر بتوزيع الأدوار ما بين العناصر الفاعلة في نظام الأسد والذين يريدون أن يستفيدوا هناك أيضا لماذا لا أستبعد هذه السيناريوهات لأنه اعتدنا على أن الحرائق التي تجري في دمشق لم تكن أبدا بماس كهربائي وإنما كان دائما هي بفعل فاعل الحرائق التي جرت في الحمدية في الحريقة في الأماكن القريبة من السيدة رقية وسط العاصمة دمشق وبعض المزارات الشيعية الموجودة هناك هذه الحرائق حتى بوظة بقداش التي حرقت في فترة من الفترات نحن نتحدث تقريبا عن 10 أو 12 محل فوق بعض موجودين بوسط الحمدية كل هذه حرقت وقالت التقارير بأنه عندما رفض أصحابها بيعها حرقت من أجل أن يجبروا للبيع ومن يشتري هناك الذي يشتري هناك هو الإيراني الذي يريد أن يتحكم في تلك الأماكن ويريد أن يغير كونها موقع مهم بالنسبة لها موقع مهم تجاري وأيضا موقع مهم ثقافي صحيح صحيح شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الصحفي علي التباب شكرا